يقول هل كانت السيدة مارية القبطية ملك يمين أو زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام يوسف من ليبي بارك الله فيك بالنسبة لمارية القبطية هي أهداها الملك مصر للنبي عليه الصلاة والسلام هي وأختها نسرين وكانت على غير دين الإسلام فأسلمت ولله الحمد ومارية تسرى بها النبي عليه الصلاة والسلام يعني جعلها ملك يمين وليست زوجة فهي ليست من أمهات المؤمنين هي سرية يعني ملك يمين وأسلمت طبعا وكانت مشهورة بالعبادة والطاعة وتوفيت في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حتى إن عمر لما توفيت حشد لها الناس يعني أصبح يجمع الناس للصلاة عليها ودفنها رضي الله عنها ورحمها الله تعالى